السلام عليكم كيف دايري اللي بس عليكم تمنى يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير وتكونوا في احسن حال ان شاء الله فيديو جديد كانت منينا الاعجاب ديالكم بنسبة للطبيلة ديال اليوم فهما دياف اللي جيين عندي التاسلو حتى الاخير لحظاتنا وقلت علاش لما نتقسم معكم بعض الوصفات اللي نزلت على الطبيلة والبعض منها غدي تلقوها طبعا في القناة اول حاجة غدي نبدأ بها هي المسمن المعمر كما شفته من السل في الطبيلة عندي هنا يا الميل حسب الضوء و 500 جرام ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس معلقة ديال لموطعت ممكن مضيفوهاش ولكن كتعطي واحد نسمة زوينة اللي مسمن ديالنا وعندي معلقة ديال السكر حبيبات اللي هي سانيدة وواحد الخماران فئة 8 جرام وغادي نعجن المسمن ديال يغب الملعاء دي مروبيني ندلكوه زيان ونضيفوه في واحد البلاستيكا ونخليه يرزاح أنا اليوم موجودة طبيلة ومحضرها بدك شي اللي عندي يعني ما شي ممكن لفاش على راسي بزاف بهذا المعنى وفي نفس الوقت حتى طبيلة اللي هي راقية وزوينة ووصفات اللي متنوعة في هالمالح والحلو وخي يكونو الضياف ديال آخر لحظة مهم ضروري نكبرو بيهم على قد المستطع ديالكت المسمن كي ما شتوه اذو صف البلاستيكا وغادي ندوز نجد واحد العمارة اللي ساهلة وبسيطة عندنا هي تقريبا ثلاثة المعالقة ديال زيتون خلطين مع زيت المائدة غادي نضيف واحد جوجو بصلات مشالدين نخليهم غي شوية لما تنزلي يا ذاك البصلة ونضيف عليها واحد الحبة ديال القرعة الخضراء وحبة ديال الجازر اللي حكيتهم في المحكة الرقيقة واحد جوجو درس ديال التومة محكوكي نخلط الجميع والنار متوسطة حتى نحسب ذاك الخضراء نزلات ومابقاش فيها ذاك الماء او السائل اللي كتلق دائما النار متوسطة ما نجهدوش النار بالسفة وما ننقصو لهاش غادي نضيف الميل حسب الضوغ نضيف هنا معلقة صغيرة ديال الفلفل احمرة معلقة صغيرة ديال سكينجبير او سنجابيل ومعلقة ديال القصبوريابس حبوب مطحون واحد الرشة ديال الابزار ونحرك الجميع باش دك توابيل بدخل مع داك الخضيرة والصيلة اللي محمرين غادي نضيف واحد المعلقة ديال الموتاتة هي غير صغيرة خليتهم حتى تشحرهم زيان ومابقاش فيهم ابدا داك السائل لان انا محتاجة لواحد الخضراء اللي هي ناشفة غادي نخلي العمراء ديالي تبرد وندوز نحضر الكيك في المول العجيب وهات الكيكة ممكن تيروها غير في المول العادي غادي ندير واحد ثلاثة البيضات ورشة ديال الملح اللي ضروري منها والبيض ملء احسن يكون بدرجة حرارة المطبخ باش كتطع الكيكة ديالنا او جيزوينة ثلاثة ديال البيضات بنسبة البيض راها رقيق هنا يا ماشي البيض اللي هو كبير لكان كبير في الحجم ديالو غادي ديرو غير جوج كاس ديال سكر سانيدا غادي نخلط مزيان حتى الدوب داك سانيدا هنا ما محتاجينش للطرب الكهربائي غا نستعملو غير طرب اليداوي غا نضيف واحد الكاس ديال زيت المائدة وغادي نضيف حك ديال لياغورت بنكهة الفاني ونخلط مزيان بنسبة الدقيق هنا يعندي ميتين قرام مغرب لها وغادي نولي نعود نغرب لها باش كي يتهو الدقيق ديالنا وكي يعطي نتيجة زوينة في الكيك والدقيق دائما يكون من النوع الجيد وغادي نضيف واحد جوج خمالات من فئة 8 جرام يعني مشموع 16 جرام نخلط مزيان شعلت الفران باش يسخل مزيان وغادي ندخل الكيك غادي نقص الاقل درجة دخليها الطيبة على نار مهيلة باش ما تجينش معجنا من الداخل كيف ممكن طيبو الكيك العادي غا نشوفوها تحمر سوخدت واحد لوي اللي هو زوين نطفيو عليها غادي ندير العجين ديال الكيك في المول العجيب اللي كان دهون مقبل بالزيت ومرشوش بالطقيق وكي ما قلت لكم غادي ندخلها على نار اللي هي مهيلة ضروري طيب على خطرها بنسبة العمراء ديال الخضرة هنا يراها بردات بقى اذا فيها شي شوية ماشي مشكلة وغادي نضيف عليها واحد شوية ديال الكفتة دلاداند بنسبة الكفتة هنا ممكن نضيفو دلاداند أو ديال صدر ديال تجاج أو ديال اللحم الاختيار كيبقى ديالكم وممكن تديرو العمراء كلها كفتة هنا غير باش يطحونا الملاوي اقتصاديين أو المسمن ديال ناجي اقتصادي فضروري ندخلو شوية ديال الخضرة وغدي ندير واحد الحكا ديال الزعتر نخلط مزيان بنسبة الكفتة هو نرى لمشخرته هاش المنخليها قضي لها únعرفو الكفتة ضغياء كالطايب من بعدما خلطت هذه الكفيتة مزيان مع الزعتر والخضيرة اللي شحلنا وغدين بدا نخرج منها قياس ديال الكويرات حكا بنسبة الكويرات غدي نجبوهم قد 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 القويرات ديال المسمن قد القويرات ديال للكفته كما ترى قرص المليويات خرجت لي 14 لحبة نطلق مزيان غير بالزيت كما نضح في الصورة تركيه عجينة نضحها على الرخامة كما نضح في الصورة نضيف الحفرة نتمنى الصورة تكون واضحة نضيف الفرران سخون نضيف الفرران نضيف الفرران نضيف الفرران نضيف الفرران نضيف نضيف ملتقا نضيف الكوكي نضيف الكوكي بالنسبة للكريم عندي هنا ينصطر ديال الحليب غادي نضيف له ثلاثة ديال معلق ديال الكريم باتيسري ممكن تستعملو ميزينا او نشا غادي نضيف ثلاثة ديال معلق ديال السكر سانيدة او سكر حبيبات بنسبة الحلوة كتبقى على حسب الضوء هنا يلا المعلق ما امرينش بزاف وغادي نضيف جوج ديال الشاسيات من فلو بنكهة الكراميل غادي نخلطهم زيان باليدوي ونردهم فوق نار مهيلة حتى تحصل على كريم باتيسري اللي تكون ماشي عاقدة بزاف باش ما تجي ناش قاسحة هنتو ما غادي تشوفوا القوام ديالها كيفاش غادي يصبح من بعد ما صوبت ديالك شوية ديالك وكوف الكيكا عجناب ديالها ودك الحفة الفقنية هنا هادي هي الكريمة ديالك كما كتشوفوا كريمة اللي هي خاترة وقبطة فراسها هنا خليت شوية من الكريمة المقطع ما تصورش استسمح خليت شوية ديالكريمة وضفت لها واحد شوية ديالشكلات بودرة وضفتها كطبقة اخيرة نصف قريبا ديالكريمة وهو ما نمسي من هادي هي الكيكا زينتها بحبيبة شوكولة وشوية ديال الكوك وغادي ندوز نصوب واحد الحراشة وغادي نمشي نوجه الطبيلة ديالي ونقددها طبعا نطلق شوية ديال البخور باش ننبخره الضار ونستقبله ضيوفنا بريحة اللي هي طيبة المهم هو نضحكوه نشطم عالحباب اللي كي جويتنا والغرض من هاد الطبيلة هي جمعية كيكا اللي كتجي غزالة بعدك الكريمة واحتر قوام ديال هازوين هنا شوية ديال اللاسل شوية ديال آملو ديال كوكا وماشي ديال اللوس طبع وزبي دبل دية والفقاس بنسبة لها تشيطة عندي لهذا كندير دائما نحويه جعكا ونخبع شوية ونخليو شوية ناكلوه الحرشة ديالي هي هادي بالنسبة للمسمن كيجي مورق وغزال ولكي اعجبكم المسممن اللي هو مقرمش بسافة غادي تديرو زبدة غادي تديرو زبدة غادي تديرو زبدة باش يجيه شيش أنا كيعجبني هكام قرمش على لك شيك انديرو غير زيت طريقة سلد الحرشة والمنزلة كوك في الوجه موجودين في القناة حلوة غزالة نقطع معكم الكيك طبقة الأخيرة كريم كراميل نقطع معكم الكيك وغزالة نتمنى أنكم تكون عجبتهم ويقبلوا علي نتمنى أنكم تكونوا فيديو اليوم نتمنى أنكم تكونوا فيديو اليوم نتمنى أنكم تكونوا في هذه الاقتراحات وطبعاً للمعجبتكم لا تنسوا تشتركوا لايك وليك يشوف القناة بالصدفة نقول مرحبا بكم و ألف مرحبا لا تنسى تضغط على زر الإشتراك وتفعل جرس بشكل جديد وتبرتجي مع الأحباب والأصدقاء لا تشتركوا على صانع تشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة